ولمزيد من المعروبات حول الدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب شعي السن ينضم إلينا الآن في الأسفة والسيد شليمان المحل الخاص بقال في CCTV العربية أهلا بك أولا هل من الممكن أن تلخص لنا النتائج التي حققتها الدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية الثامن عشرة للحزب شعي السن نعلم أنه منذ المؤتمر الوطني السامن عشرة للحزب الشعي السيني طرحت لجنة حزب المركزية وأمينها العامة رفيق الشي جينبين الموضوع الحيوي لأموم الحزب وهو تشديد اندباط الحزبي بشكل شامل ليصبح جزءا من ترتيب الاستراتيجي أربعة شاملات مع شاملات سلاسة أخرى وهي تحقيق بناء مجتمع رغيد الحياة بشكل شامل وتعميق الإصلاح بشكل شامل وحكم الدولة وفق القانون بشكل شامل فمقلال مواصلة تعزيز الإصلاح وابتكار في مجال بناء الحزب ودفع تطبيق المبادئ لتشديد اندباط الحزبي بشكل شامل تم تعزيز واندباط الحياة السياسية داخل الحزب مما يرفع الترتيب الاستراتيجي أربعة شاملات إلى مستوى الجديد فهذه المرة ناقشته أجازت دورة الكاملة السادسة لمجلس حزب المركزية وسيقتين همتين هما بعض المبادئ لحياة السياسية داخل الحزب في الوضع الجديد ولوائح المعدلة للمراقبة داخل الحزب الشعوعي السيني يجب على إدارة الحزب أن تبدأ من إدارة الحياة السياسية داخل الحزب ويجب على تشديد اندباط الحزبي بشكل بسلامة أن تبدأ من تشديد اندباط الحياة السياسية داخل الحزب إن إجراء حياة السياسية داخل الحزب بشكل جديد هو تقليد الممتاز والتفوق السياسي لحزبنا منذ فترة طويل بينما تعزيز مراقبة داخل الحزب هو مطلب دائم لحزب مركزي وأيضا هي التقليد الممتاز والتفوق السياسي لحزبنا حزب الشعوعي السيني بصفته الحزب الحاكم الوحيد في السين يعني يأخذ زمام الحكم لفترة طويلة من السهل أن يفسدها السلطة نفسها لذلك يعد تعزيز مراقبة داخل الحزب الحاكم مهمة للغاية ويمكن القول إن هذه المراقبة هي في المقام الأول وفي المقام الأساسي فيما بين مختلف أشكال المراقبة إضافة إلى ذلك ناقشته أجازة هذه الدورة القرار حول عقد مؤتمر الوطن التاسع عشر للحزب الشعوعي السيني نعم من المقرر أن الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامن عشر الحزب الشعوعي السيني فتحت صفحة جديدة في إدارة الحزب بصرامة فمن أي جوانب هذا القول؟ نعم أعتقد أن هذه الدورة فتحت صفحة جديدة لتشديد اندباط الحزب من ثلاثة جوانب أولا المراقبة الحزبية نظاميا فمع تطبيق اللوائح المعدلة لمراقبة داخل الحزب الشعوعي السيني سوف يصبح توزيع الوظائف لمراقبة داخل الحزب الشعوعي السيني أوضح يعني من يراقب وكيف يراقب وكيف يستخدام نتائج المراقبة كل ذلك سوف يتم تحديدها وتوضيحها نظاميا يعني تجاوز هذا النظام هذا الخط الأهمر هو المخالفة وعدم تطبيق هذا النظام لأداء الواجبات والمسؤوليات هو تقاوص أيضا لذلك يعد تطبيق هذه اللوائح المعدلة يعتبر سيف ديمقليص معلق على كل من المراقبين والمراقبين على حد السواء وأيضا من حتمي أن يعزز المراقبة الحزبية نظاميا ودائما ثانيا بناء أسلوب العمل دائما بناء أسلوب العمل لكوادر الحزب لها نقطة انتلاق ولكن لا توجد لها نقطة انتهاء يعني هذا بناء دائما على طريق ويعد تعزيز الحياة السياسية داخل الحزب وتعزيز المراقبة داخل الحزب متحر لبناء أسلوب العمل للحزب لذلك إن الوثيقتين التي أجزت في هذه الدورة ستقدمان ضمان أقوى لتعزيز بناء أسلوب العمل للحزب ثالثا صفوف كوادر الحزب نزيحة يعد الكوادر للحزب منفذون ومتابقون لأعمال الحزب ولذلك الصفوف النزيحة والموثوقة بها لكوادر الحزب يعد قواما لأعمال الحزب فمنذ المؤتمر الوطن الثامن عشر للحزب الشعي الصيني سقط عديد من الفاسدين داخل الحزب وتم تطهير صفوف كوادر الحزب هذا بناء صفوف كوادر الحزب في طريقها أيضا دائما وطبيعتها تحتاج إلى تعزيز بناء الذاتي للحزب فتتخذ هذه الدورة تشديد اندباط الحزب كموضوع رئيسي لها سوف يجعل صفوف كوادر حزبنا نزيحة أكثر السيد شيرلينغ لمحل الخاص بقناة السيستي تيفي العربية شكرا جزيلا لك